بسم الله الرحمن الرحيم وان شاء الله النهاردة معدنا مادة من مواد التخصص وهي مادة مهمة جدا هي مادة الرسم الفني او نمازج الملابس وتدرجها في حلقاتنا اللي فاتت كنا اتكلمنا مع بعض عن المحتوى بتاعنا وعرفنا ان احنا السنة دي ان شاء الله بندرس مع بعض الملابس الخاصة بالنساء وبدأنا مع بعض وعرفنا طريق اخذ القياسات والجدول القياسية الخاصة بيها وازاي نقدر ناخد القياسات الشخصية المرأة معينة وازاي قدر اطلع المقاسة الخاصة بيها من الجدول القياسية وعرفنا مع بعض القطوات الاساسية اللي احنا بنستخدمها لرسم الكورساج الحريمي واتفقنا مع بعض ان كلمة الكورساج معناها الجزء العلوي من جسم المرأة اللي هو بداية من الرقبة لحد منطقة الوسط او الارداف ان شاء الله النهاردة بنستكمل مع بعض ازاي اقدر اعمل عملية التجسيم او تشكيل للخسر الخاص بالكورساج الحريمي يعني ايه كلمة تجسيم او تشكيل للخسر طبعا احنا عارفين ان الخسر معناها الوسط طيب احنا لما عملنا الكورساج ورسمناه مع بعض في حلقاتنا اللي فاتت كان الخط الجناب او الخط الفاصل بين الامام والخلف كان نازل خط مستقيم على طول يعني كان منطقة عرض الصدر نازل خط مستقيم لاسفل وازت مع منطقة الارداف طيب هل جسم المرأة مفوش منطقة وسط يعني ما بنقدرش ان احنا نديق من عند منطقة الوسط كده شوية بالمعنى او المصطلح الدارج ما بيننا محتاجين نديق شوية صحي كده نشيل من الزيادات اللي موجودة في القماش هنا في منطقة الوسط ونخليها متناصقة مع شكل الجسم هي مسافة القماش اللي احنا بنشيلها من عند منطقة الوسط دي اسمها تجسيم او تشكيل طيب بنعملها عن طريق ايه مظبوط زي ما حضركوا كده بتقولوا عن طريق بنسات صحي كده بنمشي بنعمل شكل سبعة كده الى حد ما عند منطقة الوسط وبتديني شكل التكسيم او ان انا بديقها من الجناب على طول على قد منطقة الوسط طيب الجزئية اللي احنا بنعملها اللي احنا بنديقها يعني احنا لما بنقيس حاجة لقيتها واسعة شوية بقول والله انا محتاجة اشيل من هنا قد كده واشيل من هنا قد كده طيب القد كده ده المقدار ده احنا نحسبه ازاي واحنا بنرسم البطرون الطبيعي لان انا هعمل حاجة خاصة بيا انا يعني مش هشتريها من بره جهزة اكون مطلعها متنسقة ومظبوطة مع شكل الجسم مش محتاج بعد ما قص وخيط اعدل تاني في مقدار الخياطات وديق وزود وكل الكلام اللي بتقال ده انا تلقائي بما اني بعمل حاجة خاصة بيا انا مش جايباها من بره يبقى بطلعها مظبوطة على شكل الجسم اللي انا بعمله البطرون معنى ان انا اعملها على شكل الجسم مباشرة يبقى انا هنا قدرت احسب مقدار الزيادة اللي موجودة عند الوسط هشيلها قد ايه ووزعها على هيئة بنسات على عرض البطرون كله هو ده الجزئية اللي احنا محتاجين نعملها تاني يبقى انا عندي منطقة الصدر ومنطقة الارداف فيه ما بينهم منطقة الوسط اللي هي التشكيل اللي هو الانحناء الطبيعي اللي موجود في جسم المرأة حسب طبيعة جسمها الزيادات دي نشيلها ازاي دي لها طريقة حسابية اقدر اعملها على البطرون الاول وبعد كده ابدأ اقص وخيط لما يجي في الاخر البسه الاقيه مظبوط عليه مش محتاج اعمل عليه عملية تعديل خلاص كده طيب هل ده بيتم كده لا بيتم بناء على قانون معين ده اللي احنا هنشوفه مع بعض النهاردة وهنشوف ازاي نقدر نسبته ونشتغله على الكرساج بتاعنا طيب تعالوا كده نشوف مع بعض دي طريقة تشكيل الخسر لو لقناها في الكتاب المدرسي بتاعنا موجودة بمصطلح تشكيل الخسر معنى تشكيل الخسر زي ما قلنا هو التكسيم او شيل الزيادة اللي موجودة في عرض البطرون من عند منطقة الوسط طيب الشكل هيكون ازاي بصوا كده حضراتكم معايا ده شكل البلوزة اللي على اليمين اهو شايفين حضراتكم هنا من عند منطقة الوسط فيه انحناء اهو اللي هو ماشي مع طبيعة جسم المرأة تمام عملت انحناء او ديقت شوية من عند الجناب اللي هو الخط الفاصل بين الامام والخلف موجودة عندي على مين وعلى الشمال طيب تعالوا نركز اكتر كده فيه عندي هنا في منطقة الدار شايفين لو تاخدوا بالكم فيه زلال كده الخط موجودة عندي زيه بالزبط برضو موجود الناحية التانية ده برضو مكان لبنسة تاني اديق منها معنى كده ان انا لو محتاج اديق مش هديق من عند منطقة الجناب فقط يعني مش من عند الخط الفاصل بين الامام والخلف بس لا انا هديق كمان من اماكن تانية من وسط الجسم وده طبيعي بيديني شكل مناسب ومتناصق جدا مع شكل الجسم طيب مكانها على البطرون هيبقى فين اهو زي ما حضراتكم شايفين كده الشكل السبعات او البنسات اللي موجودة عندي فيه هنا عند الخط الفاصل بين الامام والخلف موجودة عندي عند نص الخلف وموجودة عندي كمان عند نص الامام طيب القانون بتاعها هيكون ايه بصوا كده القانون بيقول لي لتشكيل الخسر ايه اللي هيحصل القانون بتاع بيقول لي ايه بيقول لي هنجيب نص محيط الخسر اللي هو نص محيط الوسط وزود عليه تلاتة سمتي التلاتة سمتي دول طبعا بتوع الراحة علشان يقدر او تقدر المرأة اللي لابسها المنتج بتاعها ان هي تقدر تتنفس مش اعمله على قد محيط الوسط فقط لا غير ومجرد ما تيجي تاخد النفس بتاعها يطق من عند منطقة الوسط الخياطات بتاعتها يبقى انا لازم ادينه زي ما احنا عارفين مقدار راحة طيب مقدار الراحة ده ليه علاقة بمقدار القياطة طبعا لا مقدار الراحة ده بيبقى داخل جوه قياسات البطرون اما مقدار القياطات ده اللي احنا بنزوده على القماش او لو على الطريقة الصناعية اللي بتستخدم في المصانع انا سمع حد بيقول لي ما احيانا بيضيفوا مقدار القياطات على ورقة البطرون نفسها الكلام ده مزبوط بس بعد ما عمل الحسابات الاساسية بتاعته زود التلاتة سنتي بتوع الراحة راح مزود مقدار ورق تاني للخارج ده مقدار الخياطة يعني تاني هاكد على حضراتكم مقدار التلاتة سنتي اللي احنا ضيفينهم دول للراحة هما هما نفس مقدار الخياطة لا ده حاجة وده حاجة تانية خالص تمام كده طيب هسأل سؤال كمان لحضراتكم ليه احنا بنتكلم اخدنا نص محيط الخسر نص محيط الوسط نصبوط سمعاكم زي ما انتم ما بتقولوا لان احنا من الاول بناخد كل المحيطات بتاعتنا او كل الدورانات بناخد نصها ليه برضو بناخد نصها لان احنا قلنا ان طبيعة الجسم اليمين زي الشمال فاحنا اخدنا نص الجسم فقط يعني الربع بتاع الامام مع ربع الخلف اللي اتنين مع بعض عملولي نص الدوران كله يعني انا اخدت وليكن الجنب اليمين فقط وما اخدتش الجنب الشمال يبقى انا كده بتعامل مع نص محيط الخسر زي ما اخدنا في طريقة رسم الكرساج كنا بناخد نص محيط الصدر زائد الخمسة سنتي هنا برضو لتكسيم الوسط بنفس الطريقة اللي رسمت بيها البترون هيبقى نص محيط الخسر زائد التلاتة سنتي بتوع الراحة طيب تعالوا مع بعض كده نعوض بالارقام هيكون ازاي اهو نبصوا كده معايا كان محيط الخسر عندي في المقاسات اللي احنا كتبناها مع بعض كان اتنين وتمانين سنتي هجيب نصها الاول يعني هقسمها على الاتنين واستأذن حضراتكم نعمل يساوي تمامي بقى هجيب الاتنين وتمانين على الاتنين اقول يساوي وبعد كده ازود عليه تلاتة سنتي هيطلع لي اربعة واربعين سنتي وبأكد تاني بنقول يساوي ليه بلاش نكتب المعادلة كاملة على بعضها لان احيانا بيحصل لغباطة عندي في نواتج الالة الحزبة فمعليش احنا نأكد مع بعض تاني لكل مرحلة بنعمل يساوي واضيف عليها طيب الناتج معايا زي ما قلنا طلع معايا اربعة واربعين سنتي طيب لو تفتكروا كان عرض البترون اصلا معايا كان كان ستة وخمسين سنتي لان احنا كنا قلين ساعتها نص محيط الصدر زائد خمسة فعملنا عرض البترون بالحجم الطبيعي ستة وخمسين سنتي طيب الخطوة اللي بعدها بيقول لي محتاجين نجيب عرض البترون ونطرح منه الناتج السابق انهي الناتج السابق اللي احنا لسا مطلعينه لتشكيل الخسر طيب ازاي بالارقام اهو ستة وخمسين سنتي تعرض البترون اطرح منه الاربع واربعين اللي هم بتوعي الناتج السابق هيديني اتناشر سنتي الاثناشر سنتي دول بتوع ايه دي الزيادة اللي موجودة في القماش عند منطقة الوسط اللي احنا محتاجين نشيلها من البترون عشان يقدر ييجي المنتج معايا زي ما احنا شفنا في الصورة اللي كانت معانا قبل كده جاي من عند منطقة الوسط منحني مع طبيعة الجسم يعني جاي دي معاها او متكسم بمعنى اصحة عند منطقة الوسط طيب الاثناشر سنتي دول هنشيلهم كلهم مع بعض من مكان واحد من منطقة الخط الفاصل بين الامام والخلف لا احنا اتفقنا ان احنا هنقسمهم مع بعض الاماكن مختلفة ليه بقسمهم على اماكن مختلفة عشان يفضل ابعاد البترون بتاعتي مزبوطة عشان يفضل اتجاه النسيج بتاعي لما يجي احط البترون على القماش مزبوط يعني بعد ما فصل او بعد ما قص احط عشل البترون على القماش ويجي قص ويجي او تيجي المرأة اللي انا بعمل لها المنتج بتاعها او لو انا مثلا اعملوا النفس اجي البسه محسش ان النسيج بتاعي مشدود اتجاه النسيج اللي هي الاقلام طبعا خيوط السدة واللحمة تبقى في اماكنها مظبوطة لو لو حطيتها او شلت المقدار ال 12 سنتي من منطقة الجناب فقط لغير بحس ان غيرت فيه اتجاه النسيج بتاع الو ماشف عشان كده ال 12 سنتي بنوزعهم مع بعض طيب هوزعهم فين زي برضو ما شفنا في الرسمة اللي فاتت معنا جزء منه في الخط الفاصل بين الامام والخلف وطبعا موجود عندي هعمل جزء للجزء الفاصل او عند الخط الفاصل بين الامام والخلف للامام زي بالضبط للخلف فيه جزء كمان عندي في نص الامام فيه جزء تاني في نص الخلف يبقى انا كده وزعته على كم مكان على اربع اماكن يبقى ال 12 سنتي دول مش هشيلهم من مكان واحد فقط او مش هشيلهم من عنده منطقة الجناب فقط لا انا بوزع جزء في الامام جزء في الخلف جزء تاني في جنب الامام وجزء تاني في جنب الخلف يبقى دول الاربع اماكن اللي معي طب تعالوا نشوف هنوزع ال 12 سنتي دول مع بعض ازاي اهو بصوا كده يعني انقسم هذا المقدار او يقسم هذا المقدار المقصود به اللي هو ال 12 سنتي اول الحاجة بيقول حجم بنسة خسر الخلف يعني دي في نص الخلف عند الوسط هتبقى كام تلاتة ونص سنتي طيب بمقياس الرسمة هتبقى تمانية من عشر او تمن شرط صغيرة على المسترة بتاعتنا طيب هتتقسم فين تاني تكسيم جنب الخلف تكسيم جنب الخلف يعني عند منطقة الخط الفاصل بين الامام والخلف بس فين في النحية اللي ناحية الخلف هيبقى مقدارها اقد ايه واحد ونص سنتي بمقياس الرسمة لما هقسم على الاربعة هيبقى اربعة من عشر اللي هي اربعة شرط بتاعتنا على المسترة طيب فين كمان قال لي تكسيم جنب الامام تكسيم جنب الامام يعني برضو عند الخط الفاصل بين الامام والخلف بس المرة دي فين تجاه الامام او ناحية الامام طيب هيبقى مقدارها كام اتنين ونص سنتي بمقياس الرسم يبقى ستة من عشر طيب حجم بنست خسر الامام في جزء كمان حجم بنست خسر الامام يعني زي ما عملتها في نص الخلف من فوق هعملها في نص الخلف اسفة في نص الامام هنا مقدارها كام اربعة ونص سنتي بمقياس الرسم هيطلع واحد واثنين من عشر طيب مش فاهم الكلام اللي حضرتك قلتي ده كله وانا توهت منك ومش عارف اعمل ايه هاجي اقول لحضرتكو تعالوا كده ننفذ الكلام ده مع بعض ونشوف هنعمل ايه ده الشكل الاساسي اللي احنا كنا رسمناه مع بعض للكرساج الحريمي تمام وده كان اخر حاجة احنا وصلنا لها هنعمل ايه دلوقتي هحتاج اشف ده كامل ونشوف مع بعض هنعمل التكسيم ازاي نركز كده مع بعض ده الشكل بتاعنا اهو الطريقة اهو الخطوات اللي احنا رسمناها مع بعض والشكل النهائي بتاع الكرساج بتاعنا اللي احنا اشتغلناه في حلقاتنا اللي فات هنعمل ايه هنشتغل عليه التكسيم على طول لا هنحتاج نشوفه خلاص عشان نعرف الفرق طيب تعالوا كده ننفذ الكلام ده مع بعض سريعا اهو مع حضراتكو كده سنة سنة وهنشوف هنشتغل ازاي اهو طبعا حضراتكو لو نقدر نعمل الشكل ده نرسمه مرة تانية طبعا التكرار زي ما انتم عارفين بيبقى مفيد جدا وبيخلينا نقدر نحفظ الخطوات سريعا مع بعض يعني حضرتك مطالب يفضل ان حضرتك ترسمه بالخطوات مرة تانية علشان نحفظ مع بعض الخطوات انا كده برسم معاك او بشف معاك الخطوط الاساسية للكرساج الحريم اهو سريعا الخط الفاصل بين الامام والخلف اه دي حردة القبل بتاعتنا اهو كده اه دي اهو خط الكتف بتاعنا اه دي حردة الرقبة الخلفية اه كده محتاجين الخط الوهمي اللي احنا كنا عاملينه هنا اللي هو كان في نص الخلف بتاعنا اه سمع حد بيقولي طب ده هنحتاجه في ايه احنا لسه قيلين فيه اربع اماكن هنوزع فيها اه اه المقدار التكسيم اللي احنا عملناه فهو ده هيبقى المكان الاساسي بتاعنا ونفس الفكرة موجودة عندي في الخط الوهمي اللي نصفني جزئية الامام ان حصل عنده ارتكاز بنسة الصدر وقادي حردة الرقبة الامامية وقادي خط كتف الامام صحي كده وقادي كمان خط الوسط او الخسر اللي هو المحور بتاعنا الاساسي اللي بنتكلم عنه اللي هيتم التكسيم عليه طبعا احنا عارفين ان ده الامام صحي كده وعارفين ان ده الخلف الخلف صحي كده طيب ده الخط الفاصل بين الامام والخلف ده كده الشكل بتاعنا اللي احنا هنشتغل عليه طيب نيجي بقى نرسم خطوة خطوة شايفين حضراتكم هنا عرض البطرون كله حتى من عند منطقة الوسط كله حجم واحد عرض واحد يعني ده نقدر نستخدمه لو كانت بلوزة فتفاضة الى حد ما او كاجول طيب انا مش عايز الكاجول ده مش عايزها واسع علي انا عايزها متكسمة خلاص هنيجي نعمل هنا عند الخط الفاصل بين الامام والخلف هنيجي نعمل عند خط نص الامام هنيجي نعمل عند اسفع يعني خط النص القطعة الامام مش خط نص في الامام اللي هنا لأ أنا هنا كإني أسمت الأمام نفسه وهنا كإني أسمت الخلف نفسه ده المكان الخطوط الوهمية دي اللي هي الخطوط المش أساسية عندي في البطرون هي دي اللي هنعمل عندها خطوط التكسيم الخاصة بالأمام والخاصة بالخلف طيب ننفس كده كان أقيل لي أول حاجة إن حجم بنسد خسر الخلف كانت 3.5 ما كان هيبقى هنا عند الخط الوهمي ده خلاص مش ده الخلف ده الخط الوهمي اللي هيتعمل عنده بنسد خسر الخلف كان مقاسها بالحجم الطبيعي لما قسمنا الاثناشر سنتي كان تلاتة ونصف سنتي طيب بمقياس الرسمي كانت كام؟ كانت تمانية ملي يبقى حجم البنسة كلها عند منطقة الخسر تمانية ملي طيب التمانية ملي هعمل نصها هنا يمين ونصها هنا شمال يعني اربع ملي يمين واربع ملي شمال تعالوا كده ننفذ الكلام ده اهو ايدي اربع ملي يمين حطيت نقطة واربع ملي شمال تمام كده انا حددت النقطتين اهو طيب البنسة هتوصل معي الفين لخط ارتكاز حردة الامت او اللي بنسميه خط الصدر اهو تعالوا نوصلها كده من فوق بالمنظر ده اهو شايفين كده ادي ده كده عملنا جزء البنسة من فوق طيب ده كده احنا بنتكلم فين الجزء الاولاني اللي احنا هنعمل عنده بنسة الخلف اللي احنا بنسميها بنسة خسر الخلف ده الخسر ده خط الخسر زي ما احنا عارفين اللي هو الوسط ده اللي بنعمل عنده التكسيم طيب طول البنسة تحت هيكون كام والله حضرتكم درسته طبعا الجيبة الحريمي وعارفيني انه بيبقى فيها بنسة في الخلف والبنسة بيبقى طولها كان بتبدأ من عندي من الوسط الاسفل هنقول مثلا حوالي 12 او 14 سنتي هنعملها بمقياس الرسم بتاعنا حوالي 3.5 سنتي يبقى هاقسها من اول خط الوسط لاسفل 3.5 سنتي ده طول بنسة الخلف تعالوا ننفذ الكلام ده مع بعض اهو هحط الصفر بتاعي عند منطقة الوسط اهو الصفر بتاع المسترة عند منطقة الوسط وهنزل لتحت حوالي 3.5 سنتي خلاص ده كده بقول ان نهاية بنسة التكسيم في منطقة الخلف نهايتها لحد هنا وهضقف وبنعمل سنت ركورة كده صغيرة بأكد للي هيشتغل بعدية اللي هيقص على القماش خد بالك ان البنسة نهايتها هتكون هنا واللي هيخيط على المكنة بيتعمله زي فورت كده او نقطة صغيرة بالعلامة بالمرك بتاعنا بقول له لما تيجي تقفن البنسة دي على المكنة اقف لحد هنا فقط لغيه طيب وكمل تقفيل البنسة هون شفتوا كده يبقى كده تاني انا عملت اول حاجة جبت المقدار اللي هديقه من عنده منطقة الوسط عملت ايه جبت نص محيط الوسط وبعد كده زودت عليه تلاتة سنتي للراحة طرحتهم من عرض البترون عشان اقدر اعرف انا محتاج اديق قد ايه قلنا هنديق اتناشر سنتي الاثناشر سنتي دول هحطهم او هشيلهم من مكان واحد لا قلنا هنشيلهم من اربع اماكن ايه هم الاربع اماكن ايه دي عندي بنسة الامام اهي بنسة خسر الامام دي رقم واحد بنسة جنب الامام هنا دي رقم اتنين بنسة جنب الخلف دي كده رقم تلاتة بنسة اه وسط الخلف كلها على بعضيها دي كده رقم اربع ايب انا عندي كده اربع اماكن واحد اتنين تلاتة اربع خلاص طيب بدأنا مع بعض ببنسة تكسيم خسر الخلف قلنا لما قسمناها طلع ناصبها ان هيكون عرض البنسة عند منطقة الوسط اللي احنا هنشيلها تلاتة ونص صند بمقياس الرسم قلنا تمانية ملني يبقى عند الخط الوهمي ده التمانية مللي دي قلنا هيبقى اربع منها اربع مللي شمال واربع مللي يمين تمام طلها الحد فين لحد فوق لحد ارتكاز خط ارتكاز حردط الابت او بنسميه خط الصد طيب ومن الوسطل تحتها خلي نهايتها الحد فين زي ما احنا عارفين في الجيبة قلنا طلع البنسة عادة يبقى اه اتناشر او اربعتاشر سنتي فقلنا هيبقى بمقاس الرسم تلاتة ونص سنتي حد اتها من اول الوسط التحت وقلت له ان النهاية بتاعت البنسة هكون هنا ووصلتها يبقى كده الجزئية دي هي بنسة التكسيم اللي هكون موجودة في الخلف شايفين المسافة اللي انا ظللتها دي هي دي اللي هنديقها هنخيطها فهتقلل لي من مساحة البطرون طيب تعالوا نعمل اختها بالزبط بس في الامام اللي هي بنسة خسر الامام وقلنا في التوزيع بتاعتنا كان مقدرها اربعة ونص سنتي مقدرها اربعة ونص سنتي طيب نحولها المقاس الرسم لما هقسمها على الاربعة قلنا ساعتها هيكون واحد واثنين من عشرة يعني سنتي وشرطتين بعديه على المسطرة طيب هنشتغلها فين؟ هنشتغلها على الخط الوهمي اللي هو نازل من بنسة الصدر خلاص طيب معنى كده ان هي واحد واثنين انا محتاجة عرضها سنتي وشرطتين او واحد واثنين ملي هيبقى ستة ملي يمينه وستة ملي شماله مظبوط زي ما انت قلته اهو بجيب بالمسطرة بتاعتي اهو قلت ستة ملي يمين وستة ملي شمال حطيت برضو نقط فقط لا غير تمام كده اهو ادي النقطتين اللي موجودين عندي اهو طيب هنعمل طولها لفوق لأعلى لحد فين؟ سمع حد بيقولي يعني هنوصلها على طول لحد نقطة ارتكاس بنسة الصدر اللي هي هنا هقوله لا طبعا مش هينفع ليه؟ لان تخيل كده معايا لو بنسة التكسيم من الوسط وبنسة الصدر من فوق او ايا كان بقى انا هعمل اه مكانها فين لو الاتنين وصلوا ببعض هيديني شكل مش لطيف اثناء الارتداء يعني لما تيجي المرأة تلبسه هيعملني شكل بروز عند منطقة الصدر مش لطيف لان لما يجي اعمل اه او او اوصل البنستين ببعض في مكان الخياطة بيبقى فيه سن التجمع كده بسيطة فهيكون مش لطيفة لما تيجي المرأة تلبسها او هيطلع لي المنتج نفسه مش بشكل لطيف طيب هنعمل ايه؟ في الحالة دي احنا بنقول هنقصر شوية طول البنستة من فوق لما يجي اشوف الطول بتاعها من اول الوسط الاعلى هنزل يعني مش هوصلها الراس بنستة الصدر او لمنطقة بروز بنستة الصدر لا هنزل تحت منها مسافة شوية حوالي اتنين سنطي بمقياس الرسم هيبقى نص سنطي طيب تعالوا نفس الكلام ده اهو مع بعض هادي نقطة ارتكاز بنستة الصدر اهو معايا في الرسمة هنزل اسفل منها او هحط علامة على الخط الوهمي ده ان هننزل اسفل حوالي اتنين سنطي طيب بمقياس الرسم هيبقى نص سنطي فقط لا غير اهو اهو دي نزلت المسافة بتاعتي حطيت النقطة وعملت له برضو نفس الفكرة الرقورة اللي بتقول له خد بالك بنستة الصدر فوق وقفت لحد هنا وبنستة التكسيم اللي عند الامام لما هنيجي نعملها هتوقف لحد هنا شايفين في مسافة بين الاتنين اهو طيب تعالوا نوصل كده النقطتين لا اعلى لهو شايفين كده اهدي البنستة بتاعت التكسيم وقفت لحد هنا فقط لا غير ما وصلتش لبروز منطقة الصدر او بنستة الصدر طيب ده الكلام ده من فوق طيب من اسفل طول البنستة من اسفل برضو زي ما احنا اخدنا في الجيبة قبل كده عارفين ان طول بنستة البنستة الموجودة في الوسط عندي للامام طول حوالي عشرة سنتي طيب بمقياس الرسمة هتبقى اتنين ونصف سنتي بقى انا هقيس على الخط الوهمي من خط الوسط الاسفل اتنين ونصف سنتي وحط نقطة اهو والنقطة دي مكانها بنعمل الرقورة بتاعتنا اللي بقول له خد بالك ايوا مظبوط زي ما انتم بتقولوا اهو لما تيجي تخيط ولما تيجي تحدد على القماش حدد ان طول البنستة هيقف لحد هنا فقط لغير طيب تعالوا نكمل تقفيل البنستة اهو تمام كده يبقى المسافة اللي انا هزللها مع حضراتكم قدامكم دي اهي دلوقتي المسافة دي دي هتتديق او هتتقفل بالمكانة على القماش فهتبقى برضو ديقتلي المسافة دي من عند منطقة الخسر في الامام يبقى انا كده عملت بنست تكسيم خسر الخلف وبنست تكسيم خسر الامام باقي عندي مكانين تانين اللي هو بنست تكسيم جنب الامام وبنست تكسيم جنب الخلف اللي هو مكانهم فين عند الخط الفاصل بين الامام والخلف طيب تعالوا نبدأ مع بعض بنست تكسيم جنب الخلف مكانها يبقى فين قدام قال لي الخلف يبقى ناحية الخلف على طول يبقى انا هشتغل في الجهة الشمال او الجهة اليسرى دي طيب كان ايا لان جنب الخلف بنست جنب الخلف دي مقدارها واحد ونص سنتي واحد ونص سنتي لما نيجي نحولها المقاس الرسمة هتبقى حوالي اربعة ملي يعني اربعة على المسترة بتاعتها سمع حد بيقول لي اللي اربعة شرط دول هنقسمهم يمين وشمال هقول له لا احنا اتفقنا ان هي خاصة بالخلف فقط عشان كده قلنا عليها بنست التكسيم جنب الخلف خلاص يعني هي كلها على بعضيها اللي هي المقدار اللي اربعة ملي دول دول هيكونوا في الخلف فقط لغير طيب تعالوا ننفذها كده مع بعض اهو هحط صفر المسترة بتاعتي اهي عند الخط الفاصل بين الامام والخلف وهتحرك جهة الشمال ان هي جهة الخلف اللي اربعة ملي بتوعي وهقف يبقى ده كده عرض البنسة تجاه الخلف حطيت النقطة اهي طيب وبنست تكسيم جنب الامام بقى جنب الامام كان اي اللي عليها اتنين ونص سنط اتنين ونص سنط بمقياس الرسم بتاعنا مزبوط ستة ملي يبقى انا هتحرك جهة الامام يعني جهة اليمين مقدار ستة من عشرة اللي هي ستة ملي او ستة شرط على المسترة بتاعتنا اهو صفر بتاعي عند الخط الفاصل بين الامام والخلف هتحرك جهة اليمين اللي هي تجاه الامام ستة ملي هحط نقطة وقف طيب كده انا عملت عرض البنسة طيب سمع حد بيقول لي طب واكده في الجهة اليمين اللي عند الامام الحجم بتاعها غير بتاع الخلف هقوله ده طبيعي لان برضو طبيعة جسم المرأة في الامام بتختلف عن طبيعة جسم المرأة في الخلف اللي ارتفاعات اللي موجودة في الامام وفي الخلف طبعا غير بعضهم فبالتالي الحجم البنسة في الامام بيختلف عن حجم البنسة في الخلف ده بناء على طبيعة جسم المرأة يبقى انا مش هقدر اعمل حجم البنسة في الامام قد حجم البنسة في الخلف خلاص كده نبقى نتيجة لطبيعة جسم المرأة اللي ربنا خلقها عليها طيب تعالوا نوصل مع بعض عايزة اعرف طول البنسة دي اللي هي الموجودة في جنب الامام وجنب الخلف طولها لحد اعلى فين وطولها الاسفل هيكون فين تعالوا كده ننفذ مع بعض هوصل البنستين او مكان تحديد مكان عرض البنسة من فوق هيوصل لحردة الابط او خط ارتكاز حردة الابط او خط الصدر ومن تحت هيوصل معايا لمنطقة الارداف تعالوا كده ننفذ اهو ادي لفوق وادي كمان هنا اهو طيب ومن اسفل هنوصلها بخط الارداف مو ده بالنسبة لي خط الارداف صحي كده او بنكتب عشان ما ننساش يبقى هوصلها الاسفل خالص سمع حد بيقول لي اش معنى ليه دي وصلتها الاسفل او لمنطقة الارداف كده هقول له افتكر معايا لما اخدنا الجيبة كان عندي تجسيم للخسر برضو كان ساعتها بنقول ان المقاس بتاعه كان ربع محيط الوسط لو القلف في بين ستين بيبقى اربعة وربع لو في الامام بيبقوا زائد اتنين وربع وقلنا ساعتها الاثنين سنتي دول بتوع البنسة والربع للراحة انا مش هحدد معاك حجم البنسة دلوقتي احنا عرفنا حجم البنسة بتعمل ازاي انا اللي حبيت اوصله بيبان مع حضرتك اي بقى انا هحدد لحد النقطة دي منطقة الوسط وفي الحالة دي بروح موصلة من نقطة الوسط لحد منطقة الارداف عشان لما باجي اعمل الميل بتاع منطقة الجنب في الجنلة كنت بوصل به لحد منطقة الارداف فبالتالي هنا البنسة برضو هتبقى واصلة معايا لمنطقة الارداف يبقى برضو الجزء اللي احنا هنزلله في البنسة ده كل ده هيتلغي من حجم البطرون من عنده منطقة الوسط يبقى بصوا قللنا اديه بقى نازل معايا هنا خط مستقيم وهنا دخل لجوه ورجع يبقى هنا ديق لي ورجع وسع تاني عشان منطقة الارداف وهنا نفس الفكرة في الخلف نازل من هنا ديق ووسع بعد كده يعني قلل المساحة ولما هقلل دول كمال المنطقة هتديه اكتر طيب تعالوا نلونها مع بعض عشان نفهم اكتر هلون مع حضرتك الامام طبعا باللون الاحمر اهو وقادي لخط النص حردة الرقبة بتاعتي وقادي الكتف بتاعي حردة القبط تمام تعالى بقى كمان نعمل البنسة بتاعة التكسيم اهو انا بوريها لحضرتك بقولك ان اللي احنا لوننا ده هو ده اللي هيتشال معايا من البطرون هيتشال ازاي يعني هنديقه هنديقه فمش هيبقى ظاهر عندي في القماش فبصوا مساحة القماش بقت ايه المنطقة دي فهتقل جامد معايا ده بالنسبة للامام طيب تعالى الخلف كده اهو طبعا احنا عارفين بنلون الخطوط اللي بنقص عليها فقط لا غير سمع حد بيقول لي انت نسيت البنسة اللي كانت هنا هنعملها اهي عشان بس يبقى على شكل البطروني الاساسي بتاعنا وادي تكسيم جنب الخلف وادي تكسيم خسر الخلف شايفين المساحات اللي احنا لونناها دي هي دي اللي هتبقى البنسات اللي احنا هنديقها هيبقى انا في الحالة دي قدرت اعمل تكسيم او تشكيل للكرساج بتاعي دي يقته بحيث ان هو يكون قد منطقة الوسط بتاعي قده بالزبط لا طبعا احنا داي فيه مقدار راحة اللي هو التلاتة سنتي واتفقنا مع بعض ان مقدار الراحة ده مفيد لان المرأة طبعا لما هتيجي تاخد نفسها لازم يبقى فيه مسافة في القماش تقدر تاخد بها نفسها وإلا لو عملتوا على قد الوسط فقط لا غير مجرد ما هتيجي تاخد النفس هنهتطئ اماكن الخياطات وطبعا ده كده هيقل من مستوى المنتج بتاعي ومحدش هيجي ينفذ عندي قطعة تانية ده لو انا شغال اه حاجة او مشروع خاص بي او لو المصنع يبقى هيقسر السمعة بتاعته في السوق خلاص يبقى احنا كده مع بعض قدرنا نوصل لمرحلة تشكيل الخسر هكون ازاي تاني نقول الخطوات سريعا انا جبت نص محيط الخسر زودت عليه ثلاثة سنتي نص محيط الخسر او الوسط زودت عليه ثلاثة سنتي خلاص اعرفت الناتج بتاعه الناتج بتاعه اللي طلع ده هتراحه من عرض البطرون اللي انا رسمته هتراحه من عرض البطرون اللي انا كنت رسماه قبل كده وكنت رسماه بناء على القانون بتاعي اللي كان بيقول نص محيط الصدر زائد الخمسة سنتي بتوع طرحت ده من ده اتبقى عندي ناتج الناتج بتاعي اللي تبقى ده اللي هو ال 12 سنتي زي ما طلع معانا في البطرون بتاعنا ال 12 سنتي دول هو ده المقدار اللي أنا محتاج أشيله من عند منطقة الوسط علشان يديق معايا أو يبقى المنتج لما هيطلع يبقى على شكل حجم الجسم المرأة مطابق ليها أو أوسع سنة للراحل طيب ال 12 سنتي دول هنشيلهم من مكان واحد أو هنديقهم من عند الوسط من مكان واحد اتفقنا مع بعض ان هو لأ وده علشان خاطر ما بوزليش شكل اتجاه النسيج لما يجي أقص على القماش بتاعي ويطلع الشكل مظبوط على الجسم طيب أمال هشيله من كم مكان أو هوزع ال 12 سنتي دول على كم مكان على أربع أماكن اتفقنا مع بعض أول مكان عندي ده هيكون عند الخط الفاصل بين الأمام والخلف هيكون فيه اللي هو بنسج جنب الأمام ده واحد بنسج جنب الخلف دول اتنين ده كده اتنين اللي اتنين دول بيترسموا فين حوالين الخط الفاصل بين الأمام والخلف دي كده أول مكانين طيب المكان التالت هيكون فين في منطقة خسر الأمام هنا كده من النص بتاع الجسم في منطقة الأمام يبقى كده تالت مكان ليها اللي هي بنسج خسر الأمام طيب رابع مكان زيها بالضبط في الخلف احنا بنسميها بنسج خسر الخلف خلاص ده كانت أول جزئية معنا هنشوفها مع بعض وهنرسمها مع بعض النهاردة اللي هو تشكيل الخسر في حاجة كمان محتاجين نعرفها مع بعض جديدة هي حالات الأرداف يعني إيه حالات الأرداف متعرف عليه أن جسم المرأة على مستوى العالم كله طبعا مش كله شبه بعضه الأجسام بيكون مختلفة طيب الأجسام بيكون مختلفة بتظهر أكتر في منطقة الأرداف أو لما نيجي بناخد القاسات في منطقة أكبر حجم إزاي برضو مش فاهمين هقول للحضرتك يعني أحيانا بيكون الجسم متناسق فبيكون منطقة الصدر متساوية مع منطقة الأرداف متساوية مع منطقة الأرداف يعني قياس منطقة الصدر قد قياس منطقة الأرداف يعني وليكن الصدر 102 منطقة الأرداف 102 تمام كده يبقى المقاسين زي بعض طيب أحيانا تانية بيكون منطقة الأرداف أكبر من منطقة الصدر اللي احنا هنسميها بعد كده أكبر من عرض البطرون خلاص وده أغلب أجسام المرأة عموما بيكون هو ده الشكل بتاعها طيب بيكون إزاي برضو هفهمه إزاي هعمله إزاي بنقول إن هو في الحالة دي بيكون القياس بتاع منطقة الأرداف أو محيط أكبر حجم أكبر من عرض أو أكبر من محيط الصدر إزاي يعني وليكن لو محيط الصدر 102 هنلاقي قياس منطقة الأرداف وليكن 120 يبقى فيه فرق كبير يبقى كده زاد معنى إن هو زاد يبقى منطقة الأرداف أكبر من عرض البطرون طيب فيه حالة تالتة؟ آه فيه حالة تالتة إن منطقة الأرداف بيكون أقل من عرض البطرون يعني إيه أقل من عرض البطرون؟ يعني وليكن لو قياس محيط الصدر 102 هنلاقي مثلا منطقة الأرداف 98 يبقى هنا بقت أقل من قياس الصدر وبالتالي هي أقل من عرض البطرون دول التلات حالات اللي احنا محتاجين نعرفهم مع بعض ونرسمهم مع بعض في البطرون الحريمي او الخاص بالكرساج الحريمي طيب ده هنرسمه على منطقة الكرساج فقط لحد منطقة الارضاف فقط لا ده بيظهر اكتر لما بيكون البطرون الكامل يعني ايه البطرون الكامل اللي انا اقدر استخدمه في عمل الفستان يعني بيظهر اكتر لما اجي اعمل فستان لما اجي اعمل بلطو مثلا خلاص فاحنا هنشوف مع بعض ان انا دلوقتي اول حاجة هعملها ان انا هطول البطرون بتاعي بسميه النموذج الاساسي الكامل اللي اقدر استخدمه بعد كده في عمل الفستان او البلطو الخاص بالمرأة دي حاجة حاجة تانية هعمل عليه حالات الارضاف التلاتة اتفقنا ان هي منطقة الارضاف مساوية لعرض البطرون دي حالة تاني حالة منطقة الارضاف اكبر من عرض البطرون وتالت حالة اللي هي منطقة الارضاف اقل من عرض البطرون طيب برضو مش فاهم الشكل العام بتاعها هيكون ازاي بصوا كده معايا دي نمازج كانت عاملينها مع بعض قبل كده وهننفذها مع بعض دلوقتي ده شكل منطقة الارضاف مساوية لعرض البطرون يعني ايه هنا ده خط الارضاف خط الارضاف ده مساوي لعرض البطرون ده خلاص فبالتالي الخط الفاصل بين الامام والخلف نزل على نفس الخط زي ما هو طيب تعالوا نشوف حاجة تانية منطقة الارضاف او محيط الارضاف اكبر من عرض البطرون ازاي يعني بصوا حضراتكم بعد ما عملنا التكسيم بتاع الخسر جينا عنده منطقة الارضاف لو انا لغيت ده كده الخط ده بصوا كده تخيلوا معايا الامام عامل ازاي عملنا التكسيم وبدأنا نخرج منطقة الارضاف ده الخط الفاصل اهو بين الامام والخلف ده الخط الفاصل اهو طيب انا كده لما داريت ده هو خرج برا الخط الفاصل بين الامام والخلف إذا شايفين العرض هنا بقى عريض إزاي هنا بقى منطقة الأرداف أكبر من عرض البطرون ونفس الفكرة في الخلف تعالوا نعكسها ده الخط الفاصل بين الأمام والخلف هو آدي الوسط الكسم ونزل معايا بعد كده أكبر فمنطقة الأرداف هنا بقت أكبر من عرض البطرون خلاص شايفين النتيجة في رسمها تبقى دي عكس دي طب أنا لما هاجي أنفس بعد كده أو لما هاجي هرسم البطرون وطلع الامام لوحده والخلف الوحده هعمل ايه هشف ده الوحده بالتوسيع ده وهشف ده الوحده بالتوسيع ده طيب تعالوا نشوف الحالة التالتة كده ده منطقة الارداف او محيط الارداف اقل من عرض البترول ازاي شايفين هنا ده عندي الخط الفاصل بين الامام والخلف تمام طيب عملنا التكسيم لما جينا نوسع في منطقة الارداف هي وصلت للخط الفاصل بين الامام والخلف لا هي اقل منه يبقى انا كده ديقت في البطرون في الامام تمام انا كده ديقت ونفس الفكرة في الخلف ما وصلتش للخط المنقط اللي هو الخط الفاصل بين الامام والخلف لا هي اقل منه خلاص هنبدأ مع بعض ننفذ الكلام ده خطوة خطوة عشان نقدر نفهم احنا ماشيين ازاي احنا هنشتغل دلوقتي على البطرون اللي احنا رسمناه مع بعض وعملنا عليه تشكيل الخسر هنعمل ازاي النموذج الاساسي الكامل هنطوله هنطوله بناء على القياس اللي مطلوب مني اللي هو وليكن لو قلنا طول الفستان مثلا 150 سم بقيس من اول حردة الرقبة او عمق حردة الرقبة الخلفية من هنا لأسفل 150 سم مبدأيا احنا دلوقتي هنطوله معانا لنهاية الورقة اللي معانا اهو ما هو تمام كده ونفس الفكرة هنعملها في الامام وهقفل البطرون بتاعي من اصفه سمع حد بيقولي طب انت ملونتيش الجزء اللي في النص ده ليه علشان ده اللي هيحدد معايا اه منطقة الارداف بتاعتي اكبر ولا اقل فده هيتلون بناء على ما احنا هنحدد مع بعض في ورقة ورقة وفي مرحلة مرحلة طيب هنا برضو هيبقى الخط الفاصل بين الامام والخلف مش هلونه دلوقتي هنبدأ مع بعض اهو ده الشكل معانا اللي احنا هنبقى محتاجين نوصله للنموذج الاساسي الكامل شايفين حضراتكم معانا اهو ده النموذج الاساسي الكامل كل اللي احنا عملناه اكدنا ان معانا بنسات التجسيم اللي موجودة عند الخسر واللي عملناها في الخط الفاصل بين الامام والخلف وطولنا النموذج بتاعي لأسفل زي ما احنا الخطوات اللي احنا مشناها مع بعض دلوقتي هاجي حدد مع حضرتك دلوقتي اللي هي منطقة الارداف مساوية لعرض البترول اتفقنا مع بعض انه وليكن منطقة الارداف القياس بتاعها 102 سنتي نفس محيط الصدر فلما هاجي اقسمها على الاتنين لان الطبيعي بتاعي ان احنا بنقول نص محيط الصدر يبقى نص محيط الارداف دي زي دي بالضبط طول ما انا برسم البترول بتاعي وهزود عليها مقدار اتنين ونص سنتي طيب 102 بما هاجي اقسمها على الاتنين يبقى واحد وخمسين سنتي لما هاجي احنا لأسف احنا مية وسبعة انا قسمة مية وسبعة مية وسبعة لما هاجي اقسمها على الاتنين هتطلع معايا تلاتة وخمسين ونص صحي كده تلاتة وخمسين ونص هنزود آآ عليها المقدار بتاعنا التلاتة ونص سنتي اتنين ونص سنتي هتبقى الستة وخمسين بتاعنا تمام كده هنقول تاني هنقول تاني احنا محتاجين هنعمل حالات الارداف بتاعتنا حالات الارداف هجيب محيط الارداف بتاعي مية وسبعة سنتي مية وسبعة سنتي هجيب نصه النص ده هزود عليه اتنين ونص سنتي للراحة يعني احنا في تكسيم او في تشكيل القصر كنا بنزود تلاتة سنتي لا في حالات الارداف هنزود اتنين ونص سنتي ده بيكون للراحة طيب محيط الارداف عندي مية وسبعة سنتي مية وسبعة على الاتنين زي ما اتفقنا اطلع معايا تلاتة وخمسين ونص بزود عليها آآ الاتنين آآ سنتي هيطلع معايا الستة وخمسين سنتي هلاقيها نفس عرض البطروني بقى في الحالة دي هنزل مع حضرتك هنا اهو دي كده هكون الحالة الاولى معايا لمنطقة الارداف اللي هي بتكون مساوية لعرض البطرون طيب هنكتب كده اه دي الحالة الاولى الحالة الاولى تمام محيط الارداف كام مية وسبعة القانون بيقولي نص الارداف زائد اتنين ونص سنتي ده ثابت معايا مية وسبعة على الاتنين مية وسبعة على الاتنين نصها هزود عليه الاتنين ونص يبقى تلاتة وخمسين ونص زائد الاتنين ونص هيساوي معايا الستة وخمسين سنتي وده كان عرض البطروني الاساسي معايا يبقى في الحالة دي الحالة الاولى اللي هو بيكون محيط الارداف بيساوي عرض البطرون او الحالة الاولى اللي هي الارداف منطقة الارداف بتساوي عرض البطرون هي دي اللي احنا اشتغلناها مع بعض دلوقت القانون ثابت معايا في التلات حالات نص محيط الارداف زائد اتنين ونص سنتي هنجرب مع بعض بعد كده ان شاء الله في حلقاتنا اللي جاية نستكمل مع بعض حالات الارداف لما تكون اكبر ولما تكون اصغر من عرض البطرون تاني بقى هنراجع مع بعض سريعا احنا النهاردة استكملنا مع بعض الكورساج او تكسيم خسر الكورساج وبدأنا في